دكتور عيسى مفراج وكيل الهائة الوطنية للصحافة نرحب بك على الهلال اليوم أهلا بكم كلمني عن المعايير التي يتم مناقشتها النهاردة في المؤتمر المعد لتغطية الانتخابات الرئاسية الحلقة الانتخابية اللي بتنظمة الهائة النهاردة للصحفيين اللي هيغطى الانتخابات واللي تم اعتماده من قبل الهائة الوطنية للانتخابات الهدف منها تبصير وطرح النقاشات حول القانون الانتخابات الرئاسية وكذلك طرح كيفة المبادئ اللي يجب ان ينتزم بها الصحفي أثناء عملية التغطية لا شك أن من أبرزها هي مسألة الحيادية في الطرح وأيضا المسؤولية الكبيرة الملقاة على الاعلام لكي يطرح على الجمهور آليات الانتخابات وكيفية الانتخابات وأهمية الانتخابات ذلك أن الحديث للجمهور هو مسؤولية الاعلام من المهمة جدا إذا حدثنا عن ضرورة نزول للناس للانتخابات الذي يلعب الدور الرئيسي ولا شك هو الاعلام وبالتاني هناك مسؤولية كبيرة جدا على الاعلام من نسبة للجمهين أيضا هناك مسؤولية على الاعلام مزولة مراعاة كافة المعيير المتفق عليها دولير أبرز ولا شك عدم خلط الاعلام بالتحرير بمعنى أن نشر الاعلانات عن عملية الانتخابات يجب أن تكون مميزة واليوم كالخلطاء على الإطلاق أيضا لما سألت الدقة في نشر أخبار ونشر معلومات لأن بعض يجيد دسة أخبار غير صحيحة كانت تسيئة لبعض المرشحين ومن هنا تأتي أهمية تبصير الصحفيين وتذكرهم بالمعايير الدولية وهي لا تخر أكثر من معايير قصب أخلاقات المهنة التي أريد أن نمارسها في كل وقت اشتركوا في القناة